موسيقى مشاهدينا اهلا بحضراتكم وصل ماراثن دوري المصري لما رحله الاخيرة في الموسم الحالي واشتعلت معاه المنافسة بين الاندية للهروب من مسلس الخطر والابتعال عن قاعة الجدول لتجنب الهبوط لدوري القسم التاني غير ان منطقة الخطر حاليا اصبحت بالضم السبع عندية بعد ما تقربت انقاط بينهم بشكل كبير في ترتيب الدوري مفاجأة ان من بينهم ثلاث عندية جماهرية يعتبر فريق حرس الحدود هو الاقرب للهبوط بعد ما تزيل جدول ترتيب الدوري برصيد عشرين مقطة فقط من تلاتين مباراة يتبقى للحرس اربع جولات فقط في دوري الاضواء والشهرة انتظار نتائج منافسي في فرصة صعبة جدا لضمان البقاء في الدولي دخلت خمس اندية وهي سيراميكا والاسماعيلي واسوان والمحلة وطلاء الجيش في منافسة قوية تحت شعار اكون او لا اكون للهروب من دائرة الخطر في جدول الدوري المصري الممتاز يحتل سيراميكا المركز الائتناشر برصيد تلاتة وتلاتين نقطة اسماعيلي المركز الالتاشر بنفس الرصيد يلي الطاقع في المركز الاربعتاشر برصيد اتين وتلاتين نقطة ثم اسوان في المركز ال Gladyssen 15 بنفس الرصيد وبرصيد اتنين وتلاتين نقطة ايضا بيحتل غزل المحلة المركز الستاشر لتدخل كل هذه الفرق في معركة شرسة للهروب من البقاعة كان عبد الحميد باسيوني المدير الفني لطلائع الجيش ارتدى ثوب المنقذ بعدما تحسنت تتائج الفريق على ايده مؤخرا هيد كانت طلائع قريب من الهبوط قبل ما يحقق انتصارين متتالين على سموحة وبعده الاسماعيدي في عقر دارو بيحصل ست نقاط ثمينة دعمت موقف الطلائع في جدول مسابقة الدوري بشكل كبير في قاع الجدول ما زال فريق الداخلية متمسك بالأمل هي بيحتل ابناء علاء عبد العالي المركز السبعتاشر وقبل الاخير برصيد تسعة وعشرين نقطة نفسرهم فقط تلات نقاط عن اصحاب المركز الاربعتاشر لانما بقت صعبة مهمة حرس الحدود بشكل كبير وبقت اقرب المرشحين للهبوط بعدما تزيل جدول الترتيب برصيد عشرين نقطة تبقالوا اربع مباريات في حالة الفوس بيهم جميعا هيرفع الحدود رصيده لاثنين وتلاتين نقطة ويكون بحاجة تعطر فرق الداخلية وغزل المحل واسوان وطلاقع الجيش وعدم حصدهم لأي نقاط على ان يعمل فريق الحدود على زيادة فارق الاهداف ايضا بين اللي سجلها وبين اللي سكنت الشبع دي حالة جدول الدوري المصري تحديد المراكز الاخيرة وصراع النجاة من الهبوط قبل اسابيع قليلة من انتهاء الدوري المصري الممتاز بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دوما في المزيد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة